شهد ملعب كرة القدم بساحة الألعاب الرياضية ضمن مهرجان العالمين الجديدة مصابقة تحدي السرعة بمشاركة العديد من عشاق كرة القدم المهرجان يشهد العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة خلال الفترة القادمة واستهتمام كبير من محبي الرياضة عندما كنا نتابع فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وجدنا أن هناك فعالية مخصصة للحيوانات الأليفة لكن لم نكن نعلم ما طبيعة هذه الفعالية وما الذي سيتم فيها إلى أن وصلنا إلى هذه المنطقة ورأينا هذه الفعالية على أرض الواقع ورأينا الاهتمام الكبير بالحيوانات تحديداً الكلاب عناية شخصية وأيضاً عرض للأزياء والرعاية الطبية ما الذي يحدث تحديداً دعونا نتابع فعالية تنطلق لأول مرة ضمن مهرجان العالمين الجديدة وجاء هذا الاهتمام الغير مسبوق بالحيوانات ليستمتعوا باللعب وسط هذه الساحة التي خصصت لهم ليجد زائر مدينة العالمين الجديدة رعاية لحيواناتهم أثناء حضورهم فعليات المهرجان ومن هنا جاءت فكرة وجود إحدى الشركات المهتمة بتلك الفعالية بالمهرجان الفكرة جاءت لما قدرت المهرجان اتصلوا بي وقالوا لي أن احنا افتقدنا السنة اللي فاتت فكرة وجود مكان يبقى بات فري زون وإن ده بقت حاجة مهمة لأن كتير من الناس بتبقى عايزة تيجي فعاليات المهرجان المختلفة بس مش هارفين يودوا قلبهم فين وهنوري مع بعض شوية اكتيفتز من اللي احنا ممكن بنقدمها من خلال السنتر زي الرياضة الألعاب الرياضية يعني للكلاب زي الكلاب ممكن أنها تنطحة واجز زي أنها ممكن تبقى أوبيدينت للماستر بتاعها لو تعلمت صح أو لو اتضربت صح معانا في السنتر كمان معانا عيادة بيطارية لقدر الله لو فيه أي امرجنسي من أي نوع تقدر حيثك تيجي من أكبر عيادات اللي في القاهرة احنا مشتركة معانا هنا في السنتر ومعانا جرومر من أحسن من أحسن الجرومرز اللي موجودين لو بقى عندنا الكلاب التوي دوكز شوية اللي عندهم شعر نقدر نعمل قصات مختلفة يعني هو الفكرة كلها أنه هو بيت فرندلي ودي يمكن أول مرة تحصل في الموضوع أن انت لو انت جاي تستمتع أكيد مش هتسيب أليفك في البيت مش هتسيب صاحبك كلنا أكيد بنقلق نودي كلابنا فين أو ودي صاحبي فين لأننا الكلب بالنسبة لي مش مجرد حيوان أليف هو صاحبي أكتر من أنه هو حيوان أليف يعني في بيتي فأكيد مش هو مبسوط وأنا بسيبه طبعا هنا القتلات مش كلها بتقبل الحيوانات الأليفة فالفكرة كلها أنه احنا عملنا مكان الكلاب تقدر تيجي وتستمتع وتلعب الاهتمام بهذه الحيوانات ليس باللعب فقط ولكن كان للجانب الطبي دور كبير في التأكد من عدم إصابة هذه الحيوانات من أي أمراض معدية بالإضافة للاهتمام بالعناية الشخصية ووجود عروض أزياء لهم ليقضوا وقتا ترفيهيا غير مسبوق احنا دائما بنكشف على الكلاب قبل ما تخش ونشوف حالتهم الصحية فيه بيشتكوا من حاجة معينة فيه مشاكل ممكن تتنقل الكلاب تانية بس دي الأكتر حاجة من بص عليها الأول ونشوف يعني حالة الكلب الصحية نفسها الخطوات إن احنا بنسأل عن سن الكلب بنسأل عن نوعه بنبدأ نشوف إيه المشاكل الموجودة مثلا في جسمه أو الجسد بيشتكي من إيه فيه ناس تيجي تشتكي إن هي عندها كلامبينج كتير ريحة وحشة عنده إشرف شعره عنده 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 فيه ناس بتشتكي إن شعره طويل قوي في حران فإحنا بنشوف المشكلة بالضبط وبنعملها وتستمر فعالية الحيوانات الأليفة حتى نهاية مهرجان العالمين والتي تعد دعوة لمن يحب ويمتلك الحيوانات للحضور للمدينة للاستمتاع بأجوائها الساحرة وبفعاليات العالم عالمين محمود جميل التلفزيون المصري